بعد أسابيع من محاصرة مدينة سيفردونسك وحرب شوارع محتدمة واستعمال للأسلحة الثقيلة أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفردونسك وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة لكن لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيميويات يحتمي به مئة المدنيين في ظل تأكيد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسك أن القتال جار على كل متر في المدينة الصناعية مسؤولون محليون قالوا إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سيفردونسك ما يعني بقاء جسر واحد فقط من جسور ثلاثة وهو ما يقلل من عدد الطرق التي يمكن استخدامها لإجلاء المدنيين أو انسحاب القوات الأوكرانية معارك السيطرة على سيفردونسك تذكر بالمعارك الضارية التي جدت للسيطرة على مدينة ماريوبول فبعد حصار استمر أسابيع تمكنت روسيا من السيطرة على مدينة ماريوبول في مايو الماضي موجهة تركيزها بعد ذلك نحو السيطرة على إقليم لوهانسك الذي تقع فيه سيفردونسك وسيفردونسك يأخر مدينة في مقاطعة لوهانسك بحوض دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا وستكون خسارتها ضربة استراتيجية كبرى تمكن موسكو التي تركز الآن على بسط سيطرتها في دونباس بنسبة 90% من تحقيق هدفها في هذه المرحلة حسب ما حدده الرئيس فلاديمير كوتين سابقا وهو بسط السيطرة على منطقة دونباس بأكملها اشتركوا في القناة